أفرع الشيخ زايد من الأفرع كل اللي بيزوره بيشيد بيه وبيشرح صدره بيه من أول الدخول التعامل النادي بصورة حضرية صورة ممتازة من بداية ما التعامل اللي هو المدنة الإدارة وتشطيب وبعدين تعامل التجهيزات ملاعب الأكاديمية الكورة وتجهيزات ملاعب الخماس وملاعب اليد وملاعب السلة وحضيقة العائلات والأطفال وبعدين مروراً بعد كده بالباركنج ومطقة الطرفية الجديدة وحمام السباحة كل اللي بيخش الفرع طبعاً فرع تغير كتير من الوضع اللي احنا فيه دلوقتي فطبعاً كل اللي بيجي فرع الشيخ زايد بيسني على هذا الفرع وهو تملي بيقول خلاص فعلاً احنا عندنا كسافة كتير احنا عندنا الباركنج اللي بيسع ألف عضو ألف عربية احنا ما بنقدرش غير لأن احنا طبعاً أعضاء النادي هما اللي بيخشوا بس فوقت الزروة الباركنج الألف ما بيقضيش مجلس إدارة برئيسة الكابتن محمود الخطيب رئيس المجلس وستاذ العمري فاروق نائب رئيس المجلس سيدة العمري فاروق وأعضاء مجلس إدارة النادي أهلي حطوا خطة استراتيجية زي ما الكابتن محمود الخطيب قالها في اللقاء اللي كان عامله حطوا خطة استراتيجية للنادي كله من أول تغيير البوابات والأصوار والحمامات ومبنى الاجتماعي وإحنا محتاجين زي ما هم قالوا اللي هو فيها يبتدي اللي هو إنشاء مابن الاجتماعي يليق بالنادي الأهلي في شخصية نادي الأهلي زي ما قال الكابتن محمود الخطيب وهيتم إنشاء مسجد وهو كان قال إحنا محتاجين وهو كانوا فعلاً حطوا هذه الخطة تغطية حمام السباحة أو إنشاء حمام سباحة تاني مغطى لأن إحنا عندنا طبعاً في الشتاء الجو صعب جداً كل حاجات بتغيب في هذه إحنا محتاجين حاجات كتير طب مع وضع الخطة الاستراتيجية بمعرفة السيد الرئيسي النادي الأهلي وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي الحقيقة إحنا طبعاً في اللقاء العائلة اللي عمله كابتن محمود الخطيب إحنا كل اللي موجود أبهرنا أبهرنا بالفكر والحاجات إحنا كل الواحد اللي كان بيعمل بي يعني أنا متخيلين إن إحنا هنطور البوابة هنكبر ما كناش الناس ما كانتش متخيلة التغيير الجزري بالشكل اللي انت قعد في أوروبا أنا يعني أحسن من أوروبا الناس كلنا أبهرنا من العرض اللي قدموا الكابتن الخطيب لأفرع النادي التلاتة والأعضاء النادي الأهلي وفعلاً ابتدى البدء جاء ناس كان المهندسين وجاء يرفعوا المقاسات بتاعة الأصوار والبوابة وابتدوا صوروا قناة الأهلي جاتوا صورات الأصوار والبوابة عشان وجم فعلاً ابتدى ناس يعملوا مجسة للمكان المبنى الاجتماعي الجديد فالموضوع إيه واخد شكل سريع رتم سريع جداً إحنا أبهرنا كل اللي موجودين كل اللي موجود أبهرنا بالشكل الجديد اللي إحنا بنحلم النادي الأهلي اللي هو إن إحنا إيه يعني انتماءنا طبعاً لمصر أولاً وللنادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر